وفقت الحكومة المصرية على قرار تثبيت أسعار بيع لكهرباء المطبقة حالياً حتى الأول من يناير لعام 2024 جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن حزم اثنائية للحماية الاجتماعية وتيسير على المواطنين في ظل الضرف الاقتصادي الراهن وبذلك تكون الحكومة المصرية أرجعت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهر مراعاة للظروف وتحديات الاقتصادية